اشتركوا في القناة على اثر اندلاع الحرب في غزة والعدوان الاسرائيلي صهيوني على هالي غزة عقد في القاهرة مؤتمر سمي قمة القاهرة للسلام طبعا هذه دعت اليه مصر وحضروا عديد من المسؤولين في كثير من الدول العربية والاقليمية في العالم حضر الأمين العام الممتحدة من ضمن الذي حضروا رئيس الوزراء الحالي محمد الشياع السوداني طبعا كل هؤلاء المسؤولين غالبيتهم أو كلهم يعني ألقوا خطابات عبروا فيها عن وجهة نظرهم وجهة نظر سياساتهم دولتهم فيما يحدث في غزة بصدد هذا العدوان ومن ضمنهم تحدث محمد الشياع السوداني ومع حديثه كنا نسمع يعني بعد انتهاء حديثه كنا نسمع كل قادة الميليشيات كل العملية السياسية كل الموجودين بالعملية السياسية وعزابها وقواها يمتدحون هذا الخطاب ويعتبرونه فتح الفتوح يعني هذا خطاب يعني عبر عن السياسة العراقية بشكل خلاصة السياسة العراقية تجاه القضية الفلسطينية وأعطى الحلول الحقيقية لما يجب أن يكون عليه الحال هكذا تحدثوا وعندما تستمع إلى الخطاب يعني تسأل أنت ما هي الحلول التي التي يعني اقتراحها السوداني وما هو هذا الخطاب الهائل الكبير الذي يعبر عن السياسة العراقية عن عن لا عن وجهة النظر العراقية ثم لا يقولون عن السياسة العراقية لأنهم يعتقدون أن أنفسهم يعني هذه الحكومة وهذه السلطة سلطاتهم من عام 2003 حتى الآن تمثل الشعب العراقي هكذا يتحدثون وهكذا أمريكا تقول عنهم وهكذا الغرب وإيران تقول عنهم فهم يتحدثون بهذه الطريقة عموما وفي خطابه الواقعي هذا والمعبر عن الرؤية العراقية قال المطلوب ما هو المطلوب يعني ما هي الحلول قال المطلوب لكي نوقف هذا العدوان نوقف تدخل الغربي والأمريكي والدعم لإسرائيل هذا الكيان الصهيوني المختصب يجب علينا استخدام سلاح الطاقة الله أكبر استخدام سلاح الطاقة يعني استخدام سلاح قطع النفط عن الدول التي تدعم الكيان الصهيوني والنفط بما أن النفط هو شريان الطاقة في العالم كله سيؤدي إلى تغيير السياسات بسبب أن هذه الدول يعني تنظر إلى مصالحها وسياساتها تنطلق من مصالحها ومصالحهم الاقتصادية عندما تتأثر فبالتالي يغيرون نمط سياساتهم اتجاه إسرائيل طبعا للمعلومات التاريخية العرب استخدموا سلاح النفط لكن ليس الآن استخدموه عام 1973 بعد حرب 6 أكتوبر عندما عبروا المصريين قناة السويس تم استخدام هذا السلاح وكان العراق في أوج قوته وكانت السعودية وكانت دول كثيرة خليجية تتبع واستخدم هذا السلاح ضد هذه الدول وأدى إلى نتائج حقيقة كبيرة جدا جدا كان له تأثير واسع في دول أوروبا اضطرت الدول أن تغير سياساتها أن تغير خطابها أن تغير لهجتها أن تغير مساعداتها بسبب هذا السلاح لكن الآن يعني فنتكلم عن العراق والسؤال الأساسي هو هل العراق يمتلك النفط الذي يخرج من يعني هل له يعني سلطة على النفط الذي يخرج من أرضه بالتأكيد لا أقود التراخيص التي وزعت على الشركات الأجنبية منذ عام 2003 لحد الآن أعطتهم صلاحية الاستيلاء على هذا النفط واستثماره لخمسين سنة وأكثر وهذه الشركات كلها أجنبية تابعة للدول هذه المعسكر الغربي وغيرها بريطانية على فرنسية على معرف منه على هندية كل الدول التي تدعم إسرائيل هم من يسيطرون على هذا النفط وبعقوبات كبيرة فهؤلاء ليس الحكومة العراقية سلطة عليهم هي الحكومة العراقية هذه السلطات العراقية لا تستطيع أن تعين يعني مهندساً واحداً عاملاً واحداً في هذه الشركات الأجنبية فكيف إذا ما أرادت أن توقف النفط ما هذه عقود التراخيص التي من عام 2003 لحد الآن قتلت تأميم النفط العراق أمام النفط لسنوات طويلة وجعل النفط ملكة للعراق أعادوا تمليك النفط للشركات الأجنبية والدول الأجنبية هذا وقع الحال فأنت لا تمتلك هذه يعني هم يأخذون نسبة كبيرة من هذا النفوط يسوي قولك هذا النفوط والموارد المالية المتأتية منه تذهب إلى بنك في أمريكا وأمريكا تبعث الفلوس إلى العراق هذا واقع الحال فبالتالي أنت لا تستطيع أن تستخدم هذا السلح هذه كذبة كبيرة يجب أن تكون واقعياً عندما تتحدث فهل هو هذا الذي جعل زعماء الميليشيات وزعماء الأعزاب الأملية السياسية يهللون ويطبلون لهذا الخطاب العظيم الذي يعبر عن سياسة هذا يعبر عن سياسة العراقي اللي لم يكن واقعياً الحلول اللي لم تكن واقعياً فهي حلول يعني معيبة ومضحكة وهذا ما حدث الكل يعرف أن النفط أنت ما تقدر تستخدمه وإذا أفرضنا أنك أنت مسيطرة على نفطك خل نفترض هذا قد البعض يفلسروها معروشين وفلسفوها خل نفترض أنت تمتلك الحكومة العراقية هذه الحالية وغيرها من الحكومات التي تعاقبت طوال 20 سنة المضاد تمتلك السيطرة على النفط هل تستطيع أن توقف النفط تصدير النفط ما وإذا انخفض سعر البرميل النفط انخفض شاهدنا ماذا حصل ذهبوا إلى الديون إلى طلب القروض من العالم من الدول الغربية من بنق الدول هذا الذي حصل حتى يسددون بس الرواتب هؤلاء جاءوا للفساد والخراب ما هي النسبة التي يسرقونها ما هي النسبة التي وزعونها ما هي النسبة التي تسكت كثير من الناس حتى لا يثوروا عليهم ما هو في هذا الوضع الآن والموازنة السنوية أكثر من 100 مليار وأكثر من ثلثي الشعب العراقي فقراء أكثر ثلاثة أربعة يعني تسعين من الشعب العراقي فقير والقلة هي الحاكمة وأصحاب الشركات مثل ما يقول يعني مركز الفرنسي للدراسات أو للحصاء يقول أنه الشعب العراقي أصحاب الشركات صار نصفيا نصف هي قلة هي الحاكمة الوزراء وأعضاء الحكومة والبرلمانيين وأعضاء الأحزاب والميليشيات هم هم الذين يمتنون لكم الثروة والشعب كله فقير هذا وقع الحال عندنا 13 مليون تعد خط الفقر يعني أكلهم من المزاب فكيف إذا انخفض النفط أو وقفت النفط كيف تتصرف ما هذه كذبة كبيرة لا تستطيع أن تنفذها أيضا قال قال علينا أن نقر بأن الظلم محمد الشعب السودان يتحدث قال علينا أن نقر بأن الظلم لا ينتج سلاما مستداما ولا سبيل لتحقيق الأمن والاستقراء وإنهاء العنف إلا بإزالة أسبابه يعني أسباب الظلم وفي مقدمة الاحتلال وسياسة التمييز العنصري وماذا عن الظلم في العراق وماذا عن السياسة الطائفية التي تمارس في العراق منذ عام 2003 لحد الآن ماذا عن الظلم ماذا عن تهجير الناس ماذا عن سيطرة على بيوتهم وعلى مناطقهم هذه جرفة الصخر تشهد عليكم يعني أنتم يعني في خطابة يتحدث عن تهجير الفلسطينيين ولا يجوز تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ما أنتم مهجرين ميليشياتك مهجرة العراقيين اللي أنت تعتبر نفسك من أهلك ذولة وأنت رئيس الزراع عليهم مهجريهم من مدنهم جرفة الصخر تشهد وفي الموصل تشهد ومناطق كثيرة في صلاح الدين وغيرها لا يستطيعون العودة في يعني حزام بغداد مناطق كثيرة ومزارة كثيرة ومدن كثيرة وقرى كثيرة هجروا أهلهم ولا يستطيعون العودة إليها لأن النجشات لا تقبل وأنت لا تستطيع أن تفعل شيئا ويشتكون عندك ولا تسمع هذا واقع الحال فالذي يتحدث يجب أن يتحدث بواقعية ويجب أن لا يكون ظالم لأهله كي يتكلم عن الظلم الظلم الآخرين وينكر ظلم الآخرين ويقف ضده من يقف ضد ظلم الآخرين لأي شعب عليه أن لا يقف ظالما لشعبه من لا يؤيد السياسات العنصرية عليه أن لا يكون لديه سياسات طائفية وعنصرية من لا يقبل بالظلم والفساد والخراب والنهب يجب عليه أن يكون يعني منضبطا في بلاده ضد الظلم وضد الفساد وضد الخراب وضد النهب وهذا كل يحصل عندنا في العراق يقول تجاهل الحقوق استمرار تجاهل الحقوق والمشروع للشعب الفلسطين لا ينتج إلى المزيد من العنف والتطرف وكذلك المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة والعالم طيب ماذا عن الشعب العراقي من تظالمين لهذا الشعب شيعة وسنة حتى لا تحدثوا أننا جئنا من أجل الشيعة ومن أجل المظلوم هذه الكذبة وعرفوها للشيعة والشيعة الآن يظاهرون ضدكم لأنه عرفوا هذه الكذبة الكبيرة هذا التالي هذا الوضع الحقيقي وبذلك هذا الخطاب لا يعد عن أنه ظاهر صوتية محاولة للكذب واللعب على الفاظ مثل التظاهرات التي تخرجها الأحزاب والميليشيات التي تخرجها في بغداد نصرة لفلسطين كذبة كبيرة ولعبة كبيرة ولا يمكن هضمها ولا يمكن قبولها و يعني كلها جزء من محاولة إعلامية لتخدير الشعب وبيان أنه سياساتكم سياسات وطنية وقومية هذه كذبة كبيرة لن يقبلها أحد ولن يصدقها أحد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير ولتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة